مشاهدينا الإبداع وتحقيق الإنجازات في العديد من المجالات صارت صفة لازم شباب الكويت في فقرتنا اليوم معانا أحد الفرق الكويتية المبدعة وهو فريق الروبوت واللي حقق المركز الأول والثاني والرابع في البطولة العربية المفتوحة العاشرة للروبوت في قطر 2017 عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع هذا الإنجاز اللي كلنا صراحة نفتخر فيه معانا اثنين من المدربين مدربين في الفريق المدرب الأستاذ عبدالوهاب صادق القطان وكذلك المدرب الأستاذ جاسم محمد الساكم الله بالخير أخير الله طبعا طماعين يعني يبتول للمركز الأول والثاني والرابع نزيل الثالث يا جماعة الثالث وين راح عبدالوهاب راحق دولة قطر الشغيقة يستهلوا المساكي بعد مستضيفين ما تتعطيهم الدور الثالث إذن في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز الكبير ألف مبروك الله يبارك كلمونا عن الأول شيء كمركز روبوت يعني أنا تفاجأت أن ما شاء الله بالكويت عندنا مركز روبوت الكويتي اسمه هذا ويتبع مثل ما قلت لي جاسب وزارتي أنه هو الوزارة التربية ومن 2015 محصلين للمراكز الأولى و2016 على مستوى العالم أيضا مراكز أولى فشي نفتخر لا أشرك بعد نحن مركز الروبوت الكويتي تأسس في 2002 بالتعاون بين وزارة التربية والمنظمة العالمية ملسط بالكويت 2006 دولة الكويت من وزارة التربية ومنظمة الملسط أسسوا البطولة العربية اللي حين وصلنا للعاشرة كانت البطولة العربية هي أولها بالكويت بدايتها بالكويت وهم الكويت حصلت مراكز أولى واستمرت المراكز الأولى للي البطولة العاشرة لا لازم نبخرهم بس بطولتين اللي الكويت ما شاركوا فيهم نعم لظروف أمنية يعني كانت بطولة تصادف بمصر وبطولة بلمنان الفترة التي طافت فالكويت ما شاركت جميل الحين أنا أبيكم تشرحوا لنا عن البطولة وشون أنتو تشاركم فيها يعني أنا مثلا كابنت ما عندي اهتمامات في هالأمور بس فعلا حاب أفهم أنتو لما تشاركم في هذه البطولة شون نوعية المشاركة اختيار الطلبة أو شيء يصير عن طريق مسابقة محلية على مستوى مدارس الكويت يشاركونوا واللي يأخذون المراكز الأولى بالمسابقة المحلية نعم نسوي لهم نفس التصفيات واختبار يعني عشان نتأكد أنهم مثلا 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 كنين بالبرمجة وهذا ونشوف اللي يقدر يكمل معانا ونأخذه إياه بالمسابقات العربية وعالمية هل هي المسابقة تعتمد على اختراع مميز لروبوت؟ لا احنا مسابقاتنا تصير يعني عن مهام معينة نعم فهو لازم يبرمج الروبوت ويصمم أنه يسويها المهام يعني السنة كانت مسابقتنا المدرسية اسمها البحث عن الكنز كان روبوتين يصارعون على مكعب فكل واحد يتفنن شون يأخذ المكعب قبل الثاني إذا في بيمن كل مسابقة مو شي عشوائي يعني نعم وطلبهم يسوون الشباب يركبون ويحطون الوايرات هذا شيء هذا شيء صراحة يعني حين خلصنا المسابقة المدرسية وخلصنا المسابقات العالمية حين نبدأ نخطط حق السنة اليائية شنو المسابقة المدرسية اللي راح تصير السنة اليائية والسنة اليائية المسابقة المدرسية طبعا ما راح تمشي على يعني كل سنة احنا ما تمشي على اللي كان قابلها مسابقة تكون يديدة من تصميمنا وإذا ما كانت من تصميمنا إذا كنا ما أخذينها من بطولة عالمية نعدل عليها حسب ظروفنا احنا وحسب ظروف طلبتنا ونحدد الأهداف من المسابقة شنو نبي نكسب أن نخلي الطالب يكتسب وشنو نبي نخلي المدرب يكتسب على أساسا نحط شروط وقوانين بعدين تعلن للمدارس المدارس عاد يختارون طلبة والطلبة يتدربون بالمدارس يتدربون طبعا نفس ما أنتم شايفين هذا الروبوت من الروبثات الموجودة نعم هو عبارة عن قطع ليغو صغيرة يبتدون أهم يصممونه حسب المهمة اللي ما أعطينهم إياها وحسب الشروط اللي حددينها ومنوا ينكفذها لهم؟ الطلبة بالتعاون مع مدربهم هم عندهم مدرب هو عبارة عن مدرس داخل المدرسة يدربهم على الموضوع هذا وبعدين ينتقلون للمسابقة المدرسية اللي إحنا ننظمها طبعا هم المسابقة المدرسية بالتعاون مع الملسط ووزارة التربية المسابقة هذي يبتدون يفكون الروبوت كلها ليابوا عشان نظمن إنه هما يعرفون خلال ساعة يركبونه وبعدين طبعا عادة الروبوت بس هما قادرين طبعا تستخيل أنك مصمم ومركبه وخالص يفتحوني بلكيالا ركبه مرة ثانية هذا في جانب مميز أنه وهو وهو يصمم يدري أنه راح يفك فيدري أنه لازم يسوي شيء سهل ويقدر يخدم مسابقته وهذا شيء نبيه أساسا فيه بنات يشاركون في المسابقة فيه مسابقات احنا فيه البني والبنات يوم مخصص البنات ويوم البني ومن المبدعين قرصج عادة صج شباط طبعا بجاجهم أكيد وإحنا بالمسابقة الفترة اللي يقول سيد جاسم هو الطالب ويشتغلون بروحهم المدربين يقصرون لهم مكان يقعدون على المسرح ويتمتع يشاهد بإبداع طلبته اللي يمدرب صاحب يشوف طلبته يفوز اللي يعمل الشيء ما راي حقق يعني مركز بالمسابقة والسنة فزنا بشنو شنو الأشكال المسابقة اللي فزنا فيها بقطر المسابقة العربية 2017 هو فيه أكثر من المسابقة المسابقة اللي نفزنا فيها اللي هي مسابقة تتبع الخط للايم فلور وكنا مشاركين يعني كنا مشاركين باربع فرق ثلاثة تتبع خط وواحد منهم كانت مسابقة السوم مسابقة السوم اللي مرة اللي يجيناكم عرضنا للمسابقة هذا يذكرها اللي شنو السوم هي نفس المصارع السوم يعني أخوذ من المصارع نفس المتليبانيين نعم إن روبوتين يتصارعون اللي يطيح الثاني بره الحلبة بس بشروط يعني إن روبوت انت لم تصممه محدد بغياس معين وحجم معين وعادة هنا يصير لبداع بالتصميم بالبرمجة عشان تتغلب على خصمك حلو الحين هذه الأمور مكلفة من يتحمل تكلفة الروبوت الطالب أم المدرسة أم المؤسسة وزارة التربية ما قصرت هي وي المنظمة تصرف للمدارس الروبوت هذا كامل طبعا صح كلمت هذا مكلف الكتلة واحد سعرها تقريبا 200 دينار نعم وطبعا ممكن يحتاج قطع زيادة خارج الكت هذا فوزارة التربية والمنظمة عالمية ملسط يصرفون هذا الكت حي المدارس طبعا كيف يصرفونه المدرسة لازم يكون عندها مختبر روبوت قبل كان والحين المختبر هذا تحول إلى نادي علوم وتكنولوجيا شامل مجموع جميع التخصصات داخل المدرسة بالفترة الصباحية نعم لكن مركز روبوت الكويتي مركز الروبوت بالروضة مركز الروضة قطع الثنين شارع الثنين وعشرين ممتاز حشان اللي بيتواصل معه نفس ما قلت اللي يبي يزور ناحية الله نحن نداوم يعني من اللحظ ليلة الخميس من الساعة خمس ليلة الثمان أي طلب أو يحد حاب مجال الروبوت حياها الله عندي الله يعطيكم العافية يعني ذكرتوني بشغلة الياهال نجلة يأخذ شيء لعبة يكسرها عرفت ليش يتكسرها وييركبها فالحين عطيتوني فكرة بأن نحن الياهل لنزفها الأنخان قال كسرت ما كسرت وهو يبطلها ويسكرها فماذا يطلع لنا الأبداع هذا لو يكسرها ويتعلم اللي فيها هذا يكتسب معلومات صحيح هذا الكلام صحيح الحين لو تكلمنا عن المنافسة في قطر شون كانت كانت شديدة فعلا كان هناك بس انتم ما شاء الله ما خليت الأول والثاني والرابع معنات لازم نسأل الفرق الثانية شون كانت منافسة الفريق الكويتي بس نحن عندنا مسابقة تتبع الخط أساساً الكويت ما احتكر المراكز الأولى من تأسيسها نعم على طول إن شاء الله الأب الكويت لما تشارك تحتكر المراكز الأولى بس شلون كان اختيار الطلبة مو بس حق الكويت حق جميع الدول الدولة لما ترشح فريق لازم ترشح المتميزين عندهم بالنتيجة النهائية لازم يكون في منافسة قوية يعني احنا الروبوت هذا اللي يفزنا فيه احنا نروح احنا مجاهزين أشهر قبلها نروح هناك نعيد شغلنا من الأول تصميم وبرمجة حسب الوضاع اللي هناك نستعدي له معدل احنا طبعا يوم كان ودنا نستضيف بعض الطلبة لكن قلتوا عندهم متحناات قصيرة وعزم ينامون باكر وراهم مدارس وراهم دراسة لكن إن شاء الله يعني الأيام اللاحقة بإذن الله وهذه يعني هو هذا الحين علم يعني راح يطلع نابغة أكيد فهل تمشون معاه في تسلسل يعني بعدها بتتابعونا بالجامعة يعني بتتبنونا يعني أنت ناس ما قلت نحن نعطيه الباب الأساسي هو مثلا أنت ناس ما تشوف نحن نسوي على مسابقاته هذا ولكن سهولة من قلت يكتسب أمور واحدة نعم اللي هي مثلا ما يصمم ما يزيد السرعة اللي هي فيزية أنه يزيد تروس يعني أمور كلها يستفيد منها عن طريق كأنه قلت يلعب وهذه اللي تشوف أنت الدول هملة جنبية اللي قلت تسوي مسابقاته الروح لا أو هذا قلت يخلون الشخص يعني يأخذ المعلومة ويستفيد الخبرة كأنه عن طريق لعب بشيء هو يحبه شو أنا راقب الطالب أو الولد بشيء يعني لازم أجمل الشيء لها نعم فهو يشوف أنه فكرة التنافس هي رابعة ومسابقة بس بإنها نحن نقع نألمه من مبادئ الفيزياء مبادئ تصميم البرمجة فقع يتعلمون كل أمور هذه وتبنيهم بأنه ممكن أنه يعني يصبح عالم يعني نس ما قلت وحنا نس ما قلنا أنه مركزنا موجود يعني أي طالب مثلا عنده مشروع يسوي وإنه مثلا محتاج في الروبوت فحنا متميز في المجال بالضبط فحنا الباب مفتوح للكل واللي إنا ما قاعد نقصر حلو الحين هذه كانت بطولة عربية شاركتوا في بطولات عالمية يعني أنا الحين ترقع فكر باليابان والدول هذه اللي مهتمة فعلا في الروبوت احنا في بطولات عالمية نشارك فيها بشكل دوري آخر البطولات كانت برومانيا بطولة عالمية شاركنا فيها وحققنا فيها طبعا شاركنا بمسابقتين حققنا فيها مدالية ذهبية ومداليتين فضية ومداليتين برونزية خمس مداليات على مستوى العالم هذا على مستوى العالم هذا شيء حلو يعني نحن نفتخر فيه صراحة أنه عندنا شباب لكويت لأنه دائما فيه سقاطات على شباب لكويت لكن كافي يبدع وفيه إنجاز كبير الآن هذه السيارة يعني ما نريد أن نشغلها عساس ما نريد أن نستطيع مخرج بزفنة قاعدة نلاحقها لكن شنو تسوي الآن هذه هذه مالة تتبع الخط الروبوت وهذا الجهاز اللي نزل عليه برمجة لأن نوصله مع الكمبيوتر وفيه مداخل له يكون من جدام ومن وراء في جهة أوصل فيها اللي هي الانبوت اللي هي السناسر أنه يحس مثلا هذا اللي نحن وصلين اللي هو سنسر كالر اللي هو يشوف الألوان فيميز بين الأسود والأبيض عشان يتبع اللون الأسود أم تمييز الألوان فيه سنسر يعني أنت تقدر توصل معه إذا تريد تقوم بعمل مشروع اللي هو سنسر حرارة مثلا مع جونة هنا وسوي لي مشروع إذا زاد الدر الحرارة مثلا يسقي الماء أوصل معه مثلا المضخات أو غيره والطرف الثاني اللي هو الأوتبوت أني موصل معه المحركات فهو من هنا لما يشوف مثلا اللون الأسود أنا معطيه أمر أن يتحرك باتجاه معين إذا السنسر الثاني شاف اللون الأبيض أمر باتجاه ثاني عشان يحل على حسب الحلبة اللي عندي آمن نحن يوم صغار كنا دائما نحلم أنه لما تصل سنة 2000 رح تكون سنة الروبوتات و البيوت و كل شيء رح يكون مليئ بهذه الأمور بس نحن الآن 2017 ولازال الموضوع هذا غير منتشر فإمكاننا أفكار اللي أنت قلتها توا مثلا صدت جتناسب جو الكويت لو يخترع لنا شي رح يكون فعلا سعداء بس بشكل عام وزارة التربية شو كان استقبالها لهؤلاء الأبطال والله نحن لازم نشكر نحن ببداعك نقول لا يشكر الناس لا يشكر الله و في ناس الأمانة كثيرا لازم نشكرهم وعلى رأسهم اللي وزارة التربية والوزير والدكتور فيصل مقصيد مدير الأنشطة وعندنا المنظمة العالمية ملسطة وطلبوا نفسهم لنا لتحملوا المسؤولية وكانوا من التزمين و بالبداعي معلمينهم اللي بندرسة لو ما اجتهدوا معهم ما قدروا يوصلوا معنا و للمستوى هذا اللي كملنا نحن معهم و أيضا نشكر طلبتنا المبدعين بصراحة فعوا رأسهم والاستقبال الحمد لله أول مرة تصير لنا هذا أن نستقبلوا لنا بقعة التشريفات حلو تستحيل فكان الاستقبال حلو طلبة برمستانسي العائلة هم بعد تحاتي الدراسة فهل يتم تطبيط جدولة بأنه متى يقدر يحضر متى يقدر يشتغل تطبيط جدولة بين الدراسة بين السفر لأن عندكم سفر و سفر و لا الدين طبعا السفرة ما تصير بشكل عشوائي تصير بقرار من مستاذ فيصل مقصيد وكيل قطاع الأنشطة يطلع بأسامي الطلبة حلو فيحسب لهم غياب بعذر فما يطوفهم شيء بالمدرسة و بعدين سنكون واقعيين اللي موقع يدرس ما رح يدرس آخر يوم و عندنا طلبة أنت من منوت آخر يوم آخر يوم قبل ساعة عندنا طلبة أحساسا كانوا يروحون معنا درجاتهم تزيد لما يكونوا معنا متفوقين لأنهم رح يرتبون جدول حقنا في السم وهو رح يدري أن هذه المادة عشان يدرسها محتاج يدرسها هلكتر ساعات رح يرتب الساعات معنا هو يخرج من المدرسة و في فترة التدريب يكون معنا من ساعة خمس إلى ساعة ثمار هم أي فئة من أي مرحلة متوسطة متوسطة إن شاء الله أنا حتى أريد أن أضيف كلامه فضل كان لدينا طالب مثلا كان لديهم فترة اختبارات كنا نقول لهم لا تيوم كان لهم المركز نقول لهم لماذا تتي؟ يقول لهم لما يبدأ رجزينة إذا ما ييت لا يبدأ لدينا شيء حافظ طبعا أكيد بس سؤال أخير شون اللي ينقصكم إذا دعم وزارة التربية دعم وزارة التربية أن تقولون هم لا يقصرون لكن أكيد هناك مثل ما نقول صعوبات تتواجه سواء الطلبة أو المدرسين أو القائمين على المركز هو الحمد لله لا يوجد أحد يقصر بس أنت عارفة الموضوع هذا قد ما تعطينا قد ما يعطينا يعني أول شيء من جهة الإعلام قد ما ننشر الثقافة هذه رح نقدر نوفر طلبة أحسن وأحسن أو أكثر يعني نحن مقتنعين 100% ليس العشر طلبة اللي يروحون معنا هذه المو بس طلبة الكويت اللي يقدرون نسوها طبعا في غيرهم يقدرون هذا نبي نبي توعي نحن نعتدر أنه أول مرة سأدري بهذا المركز الجميل وهذا الإبداع ففرصة اليوم يعني إن شاء الله في برنامجنا الناس تطلع أكثر وبدأ بالروضة يعني وقلت المكان قطعة 2 22 سهل كل 2 فرصة بينكم تروحون وتشاركون الجهد الجميل شاكر لكم جدا أخواني أعلان صراحة عبدالوهاب القطان الأستاذ وكذلك أستاذ جاسم محمد أمتعتونا وإن شاء الله يا رب الإبداع يزداد مع شباب بإذن الله وأيضا شكرا لكم متابعينا على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله على خير مع السلامة مع السلامة